النقطة التانية برضو اللي الناس النهاردة كان فيه كان تعليق عليها كانت اللي هو طب ليه الأهلي ما عملش تيشرت الحمرة تبقى فيها زحمة فيها ديزاين في حركات بس خد بالك هو إن حضرتك بتقول الكلام ده أو بتشرح يعني إيه تيشرت ده مهم حد الشرح ده مهم جداً إن محد الشرح التيشرت ده إنه هو هنا الخط الأبيض موجود بيرمز للأربعينات أو للتلاتينات والخط والسامبوكسة اللي موجودة بترمز لكذا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هيوصل للناس وبالتالي هيبقوا عارفين إن فيه حاجة يعني تيشرت ده مش معمول واحد قاعد كده ففكر قالك أعمل شوية حاجات آه آه ممكن يكون بفكر كده بالزبط والحاجة التانية برضو خبتال الإسلام التيشرت الحمرة دايماً إحنا ممكن تيشرت التانية والثالثة نلع فيه بزينا عايزين نعمل حركات ونعمل لون فوسفوري في النص ولون تركواز أو بستاشة أو اسود لكن الحمرة لازم تكون بشكل ما أليجنت ما ينفعش النهاردة تيشرت الليند الأهلي الأستية أحط عليها حركات وزحمة قدام لازم تكون دايماً هادية تكون فيه حركة تعمل مرة تحط نيستة هنا خفيف زي اللي سيانا فاتت تحط لون بيش حتى لو ناس ما عجبتهاش قبل كده بس برضو يعني دايماً تحط حاجات بسيطة تتشاط وفي الآخر الشاكل العام يبقى هادي وده اللي بيحصل مع ريا مدريد بيحصل مع برمينخ دايماً التيشرت زيماً بتبقى هادية مع اختلاف حاجات بسيطة قوي فيها التانية والتالتة بقى ده اللي ممكن أمور فلاكسبل فيها جداً نحن نلع في زي ما احنا عايزين اه وإيه اللي فيدباك بقى على الموضوع النهاردة بعد ما لتشرتاتنا ايجابي جداً جداً بالنسبة أخطر من 90% ايجابي جداً 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 طيب الحمد لله